اسمي ميل خليل وأنا رئيسي جامعية بيروت معاثن بيشربني اليوم أنه شارككم بعض الدروس يلي علمني إياها هالمشوار الطويل وبهمني بشكل خاص أني ضوي على تطور مبادراتنا وبرامجنا الاجتماعية خلال سنين طويلة من الخبرة بلبنان جامعية بيروت معاثن هي بالدرجة الأولى مؤسسة لتبغى الربح تأسست سنة الألفين واثنين بهدف تنظيم معاثن دولي ببيروت ولكن نظرا لوضع لبنان الحساس والهش كان الهدف الأهم والأسمى هو الدعوة الوطنية للتضامن والوحدة والسلام منتجنا الأساسي هو عبارة عن سباق والسباق هو رياضة رياضة الركض الركض بالشوارع تحت الشمس أو حتى تحت الشتة لساعات هيدا منتجنا هو رياضة هاي الرياضة بالكاد كانوا يعترفوا فيها بلبنان من 13 سنة لورا منتجنا بوحد الناس بطريقة مختلفة بطريقة صحية هو شعور بالأمان على طرقات مقفلة هو تجربة فرح بالشوارع على مدى سنين جمعية بيروت معاثن سخرت نفسها لتكون المحرك الأساسي لعجلة التغيير الإجابي بالمجتمع اللبناني ورؤية جمعية بيروت معاثن دفعتنا لخلق المفهوم يلي منسميه The Marathon Effect أو تأثير المعاثن وشو هو؟ هو رؤية استراتيجية بعيدة المدى بتركز على ثلاث نقاط أساسية أولا تعزيز ثقافة الركض بالبنان أثنين أنه نصير أكبر منصة لجمع التبرعات لجمعية الخيرية ثلاثة أنه نعزز مكانة لبنان الرياضية على الخريطة العالمية بداية نسمحولي أن نفصل لعنواني الأول اللي هو تأثير المعاثن على تعزيز ثقافة الركض بالبنان أطلقنا سباقات بتستهدف فئات محددة مثل سباق السيدات، سباق الشباب، اللي مسمي youth race كما بلشنا أنشطة كمان بتضم سباقات تنفسية بين المدارس نوادي الركض، العدئين الرغبين بالاحتراف كلها هالأنشطة، هالأنشطة مش بس بتساعد على تمكين كل طبقات المجتمع اللبناني دون استثناء كمان بتخلق اهتمام أكبر بالركض كرياضة مهمة وإنتوا بتعرفوا أنه يوم المعاثن هو نتيجة رحلة طويلة وغنية وحتى نقدر أن نتشاركها مع كل الناس تحولنا للمشاريع يلي بتستهدف القاعدة الشعبية وهون أطلقنا عليها برنامج اسمه بيروت 542 هي مبادرة بتنمي قدرات العدئين المبتدئين على خوض سباق 42 كيلومتر مهمة كتير، بلازم تجربوها تأثير الثاني هو أنه بيروت معاثن تكون المنصة الأكبر لجمع التبرعات لجمعيات الخيرية والإنسانية والبيئية وهون بدي ركز أنه اليوم جمعية بيروت معاثن هي شريكة مع 109 جمعيات خيرية يلي هالجمعيات بتستفيد بشكل مباشر من المشروع الخيري ضمن الاستراتيجية يلي وضعتها جمعية بيروت معاثن تبقى هالجمعيات الخيرية هي المحرك الأساسي لسباقاتنا نحن من سنة الألفين وتلاتة عم نشدد على الركض من أجل قضية وحتى نشجع ثقافة العطاء أطلقنا نظام اسمه The Pledge أو التعاهد يلي بينطبئ بكل أنشطة الركض وينما كان بالعالم وبتستخدمه جمعيات الخيرية كمصدر أساسي للتمويل وجمع التبرعات نحن كمان بجمعية بيروت معاثن بدنا نكون أكبر منصة لجمع التبرعات لهيك أخذنا خطوة بعد ما كان فيها ولا ماراثن حتى الآن بالتاريخون جمعية بيروت معاثن بتقدم نسبة من قيمة التشجيل بالسباق لكل جمعية بيختار الفرد حتى يركض من أجله ومن أجل قضيةها هالنسبة بتوصل لـ 25% من قيمة التشجيل يعني حتى الآن هناك 65% من المشاركين عم يركضوا بسباقاتنا لصالح جمعيات الخيرية جمعية بيروت معاثن لا تؤمن فقط بقوة الركض بل تؤمن أيضا أنه لكل شخص عنده حق المشاركة لذلك وعلى مدار 13 سنة قدمنا وما زلنا عم نقدم التشجيل المجاني المدارس الحكومية المدارس الشبه مجانية دور الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة صليب الأحمر، فرق الكشافة، أفراد الجيش وعناصر الأمن الأنجية الرياضية والثقافية ذات الموارد المحدودة هذه سباقاتنا النقطة الأخيرة يلي بدي ركز عليها هي تعزيز مكانة لبنان الرياضية على الخارطة العالمية صعوبات كتير وجهناها وقدرنا تخطيناها اليوم ببيروت معثن وبيروت معثن بيتمتع بصورة مشرقة على صعيد مجتمع الركض العالمي قدرنا أننا نبني صورة معثن يلي منسميه السلام اليوم يصنف سباق بيروت معثن الدولي بأنه واحد من سباقات المعثن بمرتبة الستة وعشرين الفضية من أصل ألف ومتين سباق مارثن دولي يلي معتمدي من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى فإذن تأثير المعثن على المجتمع هو عملية متواصلة ومستمرة التطور بتساهم بإنعاش الاقتصاد وبتأثر على سلوك الشعب اللبناني ككل ونظرتهم لنفسهم ولبلدهم بالنهاية بحب أختم بقول للعظيم نالسون مندلا اللي بيقول الرياضة عندها القدرة على تغيير العالم عندها القوة على إلهام الشعوب وتوحيدها بشكل بتعجز أي طريقة أخرى عن تحقيقه بتخاطب الشباب بلغة بيفهموها الرياضة ممكن أن تخلق الأمل بمحلات ما كان فيها مطرح إلا للياز هي أقوى من الحكومات بقدرتها على تحطيم الحواجز العرقية أنا بشكركم هايدي رسالتنا وهيدي رسالة جمعية بيروت معتن منشوفكم بتماني نوفمبر حتى نفرج العالم رسالتنا يلي هي رسالة سلام ومحبة هاشتاج بيسرنرز شكرا لست شكرا لعzu شكرا لك